وتكشف وجهها ويديها في الصلاة لا بأس لكن الأفضل والسنة أن تكشف وجهها لا تغطي وجهها فإذا كانت بحضور رجالنا جانب فلا يجوز لها أن تكشف وجهها عورة المرأة في الصلاة المرأة كلها عورة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة ونقول وجهها إذا كانت بغير حضرة الرجال الأجانب فالأفضل إن إذا كانت لوحدها ومعزولة عن الرجال الأجانب الأفضل أن تكشف وجهها أثناء الصلاة تكشف وجهها أثناء الصلاة وفيه خلاف أيضا في القدمين والأولى أن تغطي قدميها أما اليدان فلا بأس بكشفهما القدمين الأولى والأفضل أن تغطي قدميها فتلبس لباسا سابغا ساترا محتشما أثناء الصلاة وبأي لباس صلت بشرط أن لا يكون لافت لانتباه الرجال أو نحو ذلك تصلي بأي لباس كان بالأسود بالأحمر بالأخضر المهم لا يكون زينة ولا يكون لافت لنظر الرجال وتكشف وجهها ويديها في الصلاة لا بأس لكن الأفضل والسنة أن تكشف وجهها لا تغطي وجهها فإذا كانت بحضور رجال الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف وجهها سابغا May